اختتم مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي أعماله والذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وافتتحه نيابة عن سموه سمو الشيخ محمد بن سلمى بن حمد آل خليفة هذا وألقى المؤتمر الضوء خلال أيامه الثلاثة على إبداعات المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ في نقل وإدارة المياه وسبل الاستفادة منها في فهم المكتشفات الأثرية الأخيرة في مملكة البحرين والمتعلقة بالمنشآت المائية ومواجهة التحديات البيئية والمناخية تقنية الري وإدارة المياه من أبرز المواضيع الهم المطروحة في ظل ما تواجهه المنشآت المائية من تحديات بيئية ومناخية موضوع نوقش ضمن مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي الذي تطلع من خلاله علماء التراث إلى الاستعانة بوسائل الماضي لدراسة الحاضر وهي فكرة يتشاركها جميع الحضور في هذا المؤتمر فالتغير المناخي والتصحر وقلة مصادر المياه تعد مشاكل تتطلب دراسة مستمرة من خلال هذه المؤتمرات العلمية بدأنا الآن نستفيد ونقارن بما لدينا نحن في البحرين من منشآت أثرية مائية وبما هو موجود في منطقة الخليج العربي والوطن العربي والعالم الإسلامي الآن بدأت تتضح لدينا رؤية واضحة عما هو متوافر من نتائج تنقيبات أثرية في هذه المنطقة وفي فترة حضارة العالم الإسلامي شعرنا الآن أننا بحاجة من خلال ما اطلعنا عليه بحاجة إلى إجراء دراسات أو مشروع بحثي ودراسي مشترك بين دولنا لنحصل على نتائج أفضل من نتائج الدراسات الفردية في هذه البلدان شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسة عرض للتوصيات كان أبرزها تشجيع التعاون بين الباحثين والمؤسسات لمواصلة البحث في تقنيات الري وإدارة المياه إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لتوثيق أنظمة الري القديمة ورقة العمل الحقيقة التي قدمتها لها علاقة بمنشآت المائية في سلطنة عمان واستعرضت من خلالها بعض التقنيات القديمة التي تم الكشف عنها في عمان هذه المداخلات الحقيقة أعطتنا فهم أبعد عما كنا نفهمه سابقا هناك تقنيات ري تقليدية نعرفها موجودة في مناطق مختلفة في منطقة العربية بشكل عام وتحديدا في منطقة الخليج العربي ومنطقة شبل الجزيرة العربية ولكن نحن الآن أيضا شفنا أن هناك أيضا تقنيات مشابهة وإن اختلفت المسميات هذا ويعاد مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي الأول من نوعه في مملكة البحرين وشارك فيه نخبة من المتحدثين والمتخصصين الرواد في مجالاتهم من مختلف دول العالم تضمن خلال المؤتمر زيارات ميدانية عرفت المشاركين فيه على عدد من المواقع الهامة في البحرين كموقع قلعة البحرين ومعبد باربار وموقع سار الأثري ومتحف البحرين الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر